وَتَمَّمَا اللَّهَ نَطَاصِدَنا وَزَعَنَّا جَمِيعُ الْهَمْ وَزَعَنَّا جَمِيعُ الْهَمْ بِمَرْكِةِ النُّرْ شَافِعَنَا أوزَعَنَا جَمِيعُ الْهَمْ بِمَرْكِةِ النُّرْ شَافِعَنَا بِمَرْكِةِ النُّرْ شَافِعَنَا تَغَبَبْلُوا عَلِيْنَا طَعَبَتْمِ تِكْرُمَ جَالِسْنَا اشتركوا في القناة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورضي الله عن شيخنا فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وأن يشافيه وأن يمدنا من أسراره وبركاته وأن يبارك في زاويته وفي طلبته وفي كل من تعلق به وفي أحبابه آمن آمن يا رب العالمين ثم أما بعد كنا توقفنا في الحصة الماضية عند الكلام على الأعيان الطاهرة وقلنا قد تكلمنا عنها وتوقفنا عند بعض الأعيان الناجسة بما استثنيناه من الأعيان الطاهرة قلنا قد تكلمنا وقلنا أن محرم الأكل هذا الذي يحرم أكله فميتته ناجسة ولبنه ناجسة كذلك الجامد الذي تغير عن أصله حتى صار مسكرا كالعنب وغيرها من الجمادات فصنعت مائعات وصارت مسكرة وما يسمى بالخمر كذلك هذا ناجس كذلك قلنا أن هذا الحي كل ما يخرج منه من دمع ولعاب ومخاط فهو طاهر إلا الذي خرج منه وكان مذيرا كالبيضة مثلا مثلنا ذلك كالبيضة إذا كانت مذيرة وتغيرت عن أصلها بعفونة أو نتونة أو صارت زرقاء أو فيها دم فهذه ناجسة أو خرجت هذه الأشياء بعد الموت مات هذا الحيوان فخرج منه هذا العرق أو هذا اللعاب أو هذا المخاط بعد موته خرج هذه الأشياء فإنها ناجسة إنما تتعلق أو تسمى تكون طاهرة إذا تعلقت بالحياة أما بعد الموت فهي ناجسة كذلك قلنا أن عذرة وبول المباح الأكل كالشات والإبل والغانم والمعز وكل هذه المباح أكلها طاهرة فعذرتها أي روثها وفضلتها وبولها طاهرة أنا إذا أصابت الإنسان في التوبة فذهب للصلاة صلاة صحيحة لأن تلك مما يباح أكلها ويحل أكلها فما يخرج منها طاهرة إلا الذي تغذى بالنجس كالجلالة وهي الدجاجة وكالفأر فإن هذا يتغذى بالنجس فما يخرج منها نجس إلا الذي تغذى بالنجس فحينئذ يعمل ما خرج منها فهو نجس لأنها تغذت بي النجس أما محرم الأكل لا كلام سيأتي الكلام عنه وذلك قلنا القي طاهر إلا الذي تغير عن أصله بأن لم يكن طعاما لما أخرجه من بطنه أو تقيأ من بطنه فخرج متغيرا عن أصله الذي أكله أولا برائحة أو نتونة أو تغير عن أصله كونه كان طعاما فصار شكله شيء آخر فهذا نجس إلى المتغير عن هذا فهذا نجس كل هذه اللي استثنيناها من الأعيان النجس نضيف على تلك الأعيان نبدأ أولا أي من الأعيان النجسة هذه وهو ميت كل ذي نفس سائلة غير الآدم ذي نفس سائلة أي من له نفس سائلة أي من له دم غير ما ذكرناه الآدم وميتة البحر وميتة ما لا دم له فهذه الحيوانات التي لا دم لها كالعقرب فميتتها طاهرة ميتة البحر طاهرة أما الميت هذا يقصدون بذلك البري حيوان البري أي حيوان سواء كان مباح الأكل أو محرم الأكل ميتته نجس لأنه له نفس سائلة أو له دم إذن ميتة كل ذي نفس سائلة أو هذا البري ميتته نجس وحرمت عليكم الميتة إلا الآدم كما مر معنا فهو طاهر ميتة الآدم طاهرة أو ميتة الحيوان الذي لا دم له أو له دم مكتسب فميتته كذلك طاهرة إلا هذا فالميت الذي داله دم دون نفس سائلة الحيوانات البرية كل الحيوانات وخارج بذلك البحر كل الحيوانات برية ميتتها نجس سواء كان مباح الأكل شات أو غنم أو بقرة ماتت أو إيبل ماتت أو فارس مات أو قط أو كل كل هذه الميتة نجس سواء كان ممن يباح أكله أو يحرم أكله أو يكره أكله ميتته نجس يقول الفقهاء ولو قملة ولو قملة ولو كان تلك القملة ميتتها نجس لماذا؟ قالوا لأن هذه القملة دمها ذات ليس مكتسب لأن هناك بعض الحشرات لها دم مكتسب أي اكتسبته كالبعوض ذلك الدم ليس مكتسب ليس أصري ليس ذاتي إنما هو مكتسب تمتص من الإنسان أو الحيوانات أو برغوث كذلك ذلك دمها مكتسب ليس ذاتي القملة دمها ذاتي أي فيها الدم لما ذهب عليه معتمد الفقهاء قال دمها ذات إي لها دم فلما كان لها دم ميتتها نجس لكن للمشقة قال عفية للمشقة أن الإنسان إذا وجد في ثوبه ثلاث قمالات ميتة ليس طاهرة ليس حية لأن الحي طاهر ما لم يظهر منها ميتة وجد ثلاث قمالات في ثوبه ميتة وصل بها صلاة صحيح يعفى إذا كان ثلاث قمالات فأقل أما إذا كانت فأكثر فيصير كامل حامل للنجاسة والحامل النجاسة إذا ذكر وهو في الصلاة باطلة الصلاة كما سأتي الكلام عنها لكن يعفى للمشقة إذا كانت ثلاث قمالات فأدنى فأقل أما إذا كانت فأكثر فإنها تعمل أو يعطى لا حكم النجاسة ثانية كذلك من الأعيان النجسة هذه ما أبين من حي وميت ما أبين أي ما قطع من حي أو ميت من حي تحملوا الحياة أو ميت مات بدون ذكاة شرعية فأبين أي قطع منه من قرن أو ظلف أو عظم أو ظفر أو لحم أو جلد كل هذه التي تقطع من هذا الحيوان الحي مثلا نسعى ذلك سواء كان مباح أكل أو محرم الأكل أو غير ذلك فتقطع منه هذه الأشياء وهو حي بصفته كان حي أو بعد موته يعني إذا كان هو ميت فما ينزع منه من باب أولى نجس كذلك الحي إذا قطع منه هذه الأجزاء وهو حي من قرن أو ظلف الظلف وهو ما يختص بالشياه والبقر كالحافر في الفرس والقرن معروف القرن ما هو القرن القرن الشات أو البقر العظم معروف عظم الحيوان الظفر الظفر وهو ما يكون في الإبل أو في كالدجاج والإيوز وكل ذات المخالب يسمى بي الظفر الظفر والجلد معروف ما هو الجلد الجلد هو الذي يكون فوق ذلك الحيوان يسمى بالجلد هذه إذا أبينت من حي أو ميت أي ميت ليس مذكا وما نقول ميت مش شات مذكات ذكين تلك الشات ثم نقول أن جلدها نجس لا ما ذكيا وجزءه كله طاهر تكلمنا عنه كل ما يذكى من مباح الأكل وجزءه كله طاهر جلد أو ظفر أو عظم كل شيء طاهر إذا ذكي وكان مباح الأكل أما إذا كان ميت لم يذكى أو كان حي حي يحمل الحياة فقطعنا منه شيء من هذه الأشياء جلد أو عظم أو ظفر أو لحم فهو نجس فهو دوما نجس دوما نجس لأنه تحمله الحياة الذي قطع منه إلا في الجلد في الجلد وعظ الفقهاء قالوا أن القرن هذا قد لا تحمله الحياة وإن كان يتألم بنزعه ولكن القرن هذا حكمه كحكم الشعر إذا جز قال بعض الفقهاء أنه لا تحمله الحياة إذا كان شيء قليل لم يدمي معه ولم يخرج معه الدم وقد لا يتألم ذلك الحيوان لا دوما يبقى طاهر ليس طاهر قياسا عالا الشعر لهذا قال المصلي هذا قال المصلي هذا قل ما أظفاره إنسان قل ما أظفاره إذا ظفر ما أبن من حي تقريم الأظفار وهو ما أبن من حي فقلم أظفاره فصل بها وهو في الصلاة تذكر بأن الأظفار التي قلمها في جيبه مثلا ثم قال أظفار وقد درسنا ما أبن من حي كل شيء ما أبن من حي نجس والذفر من الشيء التي أبنت من الحي قالوا لا هنا على المشهور من الأقوال أن الظفر لا تحمل الحياة ولا يتألم الإنسان بنزعه فصار حكمه كحكمه الشعر إذا جز فشيء كأنه جز إذن كأنه كل شيء جز فهو طاهر ما لم ينزع من أصله ذلك الظفر ما لم ينزع من أصله لأن أصله فيه دم إذا نزع من أصله فإن صاحبه يتألم بنزعه إذن لما صار التألم بنزعه كأنه صار هو ما أبن من حي إذن هو كل ما أبن من حي فهو نجس كذلك الجلد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات ميت فقال أفلن تفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله ميت وحرمت عليكم الميتة قال إنما حرم أكلها وكل إيهاب دبغ كل جلد دبغ فقطه إلا الجلد جلد الميتة وما هي الميتة ميتة مباح الأكل هذا قال نبي سألنا مر بشات والشات مباح أكلها لا محرم الأكل إلا الجلد هذا رخص فيه جلد رخص فيه فيه كيف نسميه عندنا بالعامية نعم الجلد تعشي الشات جيد هذه هي قام فهم بنا ما معنى الجلد البطانة هاي دورة خلاص هذا هو الجلد نقصد به هذا الجلد إذا كان من ميتة لو نبقى مع الأصل حرام نجس عفوا نجس لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه قال إنما حرم أكلها لأنها ميتة حرمت عليكم ميتة أما الانتفاع بجلدها جائزة لكن بشرط أولا دبغ تدبغ لو كانت مما يذكى حلال طاهرة وحلال وكل شيء لكن هذه ميتة قال نعم جاز انتفاع بهذا الجلد أولا من مباح الأكل مش من محرم الأكل ليس جلد الخنزير فإنه لا يدبغ وليس جلد المحرم الأكل كالبغل والحمار والفارس كذلك لا يدبغ وإن كان بعض الفقهات توقفوا في الكيمخت وهو جلد الحمار إلا منه مباح الأكل كشات بقرة إبل وجدت ميتة معز وجد ميت فأرادوا الانتفاع بجلد رخص وإن كان من ميت لكن رخص في الجلد فقط بشرط الدبغ يعني يدبغ ذلك الجلد يكون من مباح الأكل ورخص في يابس وماء الانتفاع به أن يكون في اليابس ما هو اليابس تجعل فيه أشياء يابسة كالزرع زرع أو أشياء يابسة توضع فيه أو ماء كما نقول القربة أو ماء إن تجعل فيها ماء رخصها فيها لذلك لماذا قالوا الماء لأن الماء يعرف إذا تغير أحد أوصافه نعرف بالرائحة أو اللون أو الطعم لكن إذا كان فيه طعام سائل كحليب أو عسل أو غير ذلك نالعيف قد يتغير بتلك ذلك الجلد وهو جلد ميت لكن قد يدبغ ويبقى فيه رائحة إذا قد تبقى فيه تلك النجاسة إذا قد يتغير الطعام بخلاف الماء واليابس فلا تصله النجاسة وإذا وصلت إلى الماء نعرف نعرف بالرائحة أو نعرف بالطعم أو نعرف باللون وقلنا أن الماء الطهور الذي تحصل بالطهارة أن يسلم من هذه التغيرات فإذا سلم عرفنا ونقول هذا لا نتوضى به بخلاف الطعام فإنه لا يسلم من هذه الأشياء ثالثا الماني الماني أي من الأعيان النجسة الماني والمذي والودي والقيح والصديد كل هذه الأعيان النجسة الماني معروف يخرج عند اللذة الكبرى والمذي كذلك معروف وهو ذلك الماء الرقيق الأبيض الشفاف يخرج عند اللذة السغرى داعبة أو غير ذلك الودي كذلك هذا الودي من النجسات هذا الودي هذا يخرج بعلة مرض قد لا يكون إنسان مرض لكن قد يخرج قالوا يخرج عقب البول الإنسان يقضي حاجته إما يخرج مع البول أو عقب البول هو كذلك نجس هذا الودي كل هذه الأمور تخرج من الإنسان المن والمذي والودي المن هذا يجب عليه الغسل يجب الغسل المذي والودي فلا يجبان الغسل لا يجبان الغسل إنما يجب تطهير وإزالة تلك النجسة فقط إزالة تلك النجسة بخلاف المذي المذي هذا نعم هو حكم وحكم إزالة النجسة كالبول لكن المذي قال يضاف حكم آخر أنه يغسل ذكره كله يغسل كل الظكر يغسل كل الظكر وأنه ليس ناقذ للغسل ليس مجيب الغسل إنما هو ناقذ من نواقذ الوضوء فقط وسأتي الكلام عنه في الطهارة الوضوء لكن لتعرف أن كل هذه الأشياء المني والودي والودي والمذي نجسة كان في ثوب الإنسان يغسل تلك النجسة في بدنه كذلك يغسل تلك النجسة إذن هذه الثلاث أمور نجسة وسأتي الكلام عنها في من توجب الغسل وتوجب الوضوء في محلها أي في لما نأتي الكلام عن الإحكام عن طهارتين طهارة الصغرى أو الكبرى لكن لعنم الآن أن هذه الأشياء أو هذه الأمور نجسة إذا كانت في ثوب الإنسان أو بدنه أزالها أزالها بالماء المطلق الطهور القيح ذلك القيح هذا نجس وهو تلك المادة التي تخرج مادة غافرة تخرج منه الإنسان بعلة مرض من الدمل حب من الدمل فتخرج ذلك المادة ذلك يسمى قيح وإن كان خرج مع الدم سال مع الدم يسمى الصديب خرج معه الدم يسمى الصديب هذه نجسة هذه الأمور نجسة لكن قد يعفى عن القيح والصديد هذا يعطى له حكم الدم الدم كذلك نجس سيئة الكلام عنه يعطى له حكم الدم لا يكون فوق درهم فإذا كان فوق درهم دوما نجس أقل من درهم ليس بنجس أقل من درهم ليس بنجس وقد يعفى عن هذا الإنسان أصحاب دمل إذا كانت فيه كثيرة إذا كانت هناك دمل كثيرة في جسمه يعفى عنه سوى عصرها أو اضطر لعصرها أو حكها وكانت في جسدي كلها كله فهذا يعفى عنه حتى ولو ثاقت الدرهم لما تكثر في جسدي أما إذا كانت قليلا يعطى له حكم أن لا تفوق فوق درهم فإن فاقت دوما تبقى نجس وهو القيح والصادي درهم كما الخمسة دينار الكبيرة خمس دينار هذا هو قدر الدرهم إذا كان في الثوب قدر هذا درهم يعفى عنه إذا فاقوا فاق قدر هذا الدرهم آه لا هنا يسير نجس واجب عليه إزالته فالدرهم كخمس دينار نعضو الكبيرة خلاص هذا هو الدرهم قدر الدرهم إذا كان في ثوبه قدر درهم فأقل ذلك الدرهم فهذا يعفى عنه سواء كان قيح أو صاديد أو دم أما إذا فاقت درهم آه لا لا هنا نجس واجب عليه إزالته نختم بهذه العين الناجس قبل ذلك لا بس نكمل عينين من الناجسة ما يسمى بالدم المسفوح الدم المسفوح المسفوح حرمت عليكم الميتة والدم مطلق الدم كان من إنسان من حيوان حيوان مبارع مباح الأكل المحرم الأكل المكروه الأكل مطلق الدم لكن هذا الدم أن يكون مسفوحا ليس في ذات الإنسان وهو الآن يمشي أو في الحيوان لم يسفح بعد يقال أنك حامل ناجسة لا لا يعطى حكم يقال أنك فيك دم ناجس لا الدم يسمى ناجس لما يسفح يجرح الإنسان يخرج بعد لما يسمى دم ناجس يسمى بالدم المسفوح هذا الدم المسفوح ناجس وجب إزالته لما ينجرح الإنسان يزيل إلا ما عوفي عنه قدرة درهم الدم المسفوح هذا سواء كان خارج منك أنت إنسان سفح جرح أو فصد أو قد يطرع عليك كذبح شات مثلا الذبح شات ما يخرج منها ذلك دم مسفوح ذلك الدم المسفوح قده يتطاير على ثوبك قد يتطاير للك الدم المسفوح ذلك ناجس أو كالباعوض باعوض ميتته طاهرة لكن له دم مكتسب فكان ذلك مكتسب للدم فقتلته مثلا وبه ذلك الدم سفح ذلك الدم ناجس يعفى عنه قدرة درهم أما إذا زاد فقد درهم واجب عليه إزالة يسمى بالدم المسفوحة الدم المسفوح هذا لكي نعرف لكي نعرف وهو ما خرج بسبب جرح أو ذبح أو فصد فخرج هذا الدم يسمى الدم المسفوح ذلك الخارج وهو الناجس نحط مثال كالشات الشات هذه نقص على ذلك كل ما خرج من ذات إنسان أو حيوان أو غير يسمى دم المسفوح ناجس ويعفى عنه قدر الدرهم الشات هذه لما تذبح نذبح الشات يخرج منها دم المسفوح ذلك ناجس يبقى بعض ذلك الدم في الرقابة صفحة الرقابة لما نذبح يبقى الدم ذلك كذلك ناجس يغسل إنه من الدم المسفوح كذلك قد يرجع إلى بطنها لما نذبح قد يرجع إلى البطن هذا عندنا لما ننتهي من الذبح والسلخ وكل ذلك ننحر الشات لماذا ننحرها؟ ليخرج ذلك الدم المسفوح الراجع مش يخرج ذلك الدم المسفوح الناجس فقط لأن الدم المسفوح هذا لما تذبح الشات يخرج ما خرج منه ثم يبقى في صفحة الرقابة ثم قد يرجع إلى البطن ذلك ناجس دم المسفوح ناجس يخرج كله معناه لما تذبح الشات طهرها من كل ذلك الدم الدم الناجس ثم قد يسأل السائل والباقي في العروق الباقي هذا في العروق وهو ناجس أم ليس بناجس هذا الدم المسفوح قالوا حتى ولو كان من سمك سمك مثلا أتت بسمك فقطعتها فخرج منها دم أو كانت حية فخرج منها دم دوم يسمى دم مسفوح لكن هذا الباقي في العروق هذا الباقي في العروق وهو مما أحل أكله ولا يجب عليك أن تتتبعه لا يجب عليك أن تتتبع ذلك الباقي في العروق أن كان بعض الفقهاء منهم من مشقل تتبع ما في العروق وآخرج ذلك الدم فيسمى دم مسفوح ومنهم قال لا حتى تقطع لما تقطع نقول أنه هو دم مسفوح فنزيله فمنهم من عمل به ومنهم من قال لا وجب إزال فيه ومن قال لا مما عفية عنه ثم ذهب الناس قال لا هذا من الحرج الذي يصيب الإنسان أنه لو أمر بتتبع هذا الشيء القليل الذي موجود في العروق لا لما أكل لحما أو لما جاز الشواء لما نشوي شات إذن قد باقي فيها في العروق لا هذا الشيء القليل وهو الذي عفية عنه ولا يجب عليك تتبعه لهذا كانت أمنا عاشة تقول لو تتبع الناس ما قل في الشات لو وجدوا في ذلك ضرق قالت وكنا على عهد رسول الله نطبخ اللحم والمرق تعلوه صفرا تعلوه صفرا أي صفرة الدم وهو شيء القليل الباقي في العروق وهو الماء عفية عنه ولا يجب عليك تتبع وليسمى دما مسفوحا دم المسفوح وهو عند الذبح أولا أو الخارج أولا عند الذبح هذا بالنسبة للدم المسفوح بقي لا نختم به وهو من عيان ناجيسا بول وعاذرة من آدم ومحرم الأكل ومكروه الأكل بول وعاذرة محرم الأكل الذي حرم أكله في نزير كرمكم الله الخيل والبغال والحمير كل هذه محرم أكلها بولها وروثها وعاذرتها نجيسا والآدمي كذلك الآدم ما يخرج منها نجيس من بول أو عاذرة وكذلك مكروه الأكل الذي كره أكله كالكلب السبع والهرة هذه كره أكلها إذن ما حكم ما يخرج منها من بول وعاذرة نجيسا كذلك نجيسا إذن هذه الأرواف هذه الأبوال التي تكون بالنسبة لمحرم الأكل والآدمي ومكروه أكله نجيسا نجيسة إذا قلنا نختم بهذه العين الأخير من العيان النجيسة ثم بعد ذلك سننتقل إلى حكم آخر وهو حكم إزالة النجاسة إزالة النجاسة من المصلي إذا أراد الصلاة من ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يريد أن يصلي فيه ثم قد ينسان يكون في الصلاة ثم قد تسقط عليه نجاسة أو قد يتذكر بأنه حامل للنجاسة ما حكم صلاته ألي صحيحا أم ليس صحيحا نترك هذا إلى الحصة القادمة إن شاء الله هذا والله ورسوله أعلم إذا كان هناك سؤال أو نختم نعم سيدنا الدواء الدواء الله أعلم هذه نتركها الحصة الله أعلم في عقل حال لدي علم لكن نجيب عليها غدا إن شاء الله أما بالنزع الشعر نجس لأن أصله دم سأل عن مسألتين سيدنا سأل عن لايكون قال هذا لايكون مسكر وكل مسكر نجس كالخمر لكن قدث له لا علمالي غدا نجيب عن المسألة المسألة الثانية سأل عن نزع الشعر بدون جزه نجس لأنه نزع من أصله والأصل فيه دم كقصب الريش نعطي مسألة قصبة الريش إنسان البادية مثلا أو عندهم دجاج فتنزع القصبة كلها من جسم الجسد إلا الجاجة دجاجة تلك القصبة نجسة تلك القصبة نجسة معناه إذا سقطت في الطعام نجساته كله معناه إذا سقطت في الماء عمل عليها وتشم ريح الماء قد يشم ريح قد يتعاري لونه لونها أو ريحه وقد يتعاري طعم الماء إذا لا يسرح لي الطهار لا يسرح لي الطهار نفس الشعر إذا نزع من أصله الظفر إذا نزع من أصله كله يرطى حكما النجس نعم سيدنا نجس 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 اللبس قال جلد المدبوغ هذا رخصه في اليابس والماء بشرط الدبغ وأن يكون من مباح الأكل مباح الأكله كشات قال هذا هل يجوز لبسه نعم يجوز لبسه فهو يجوز لبسه لأن الآن صارت فيه طاهرة وإن كان طهارة لغوية لكن عملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل إيهاب دبغ طهر معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جاز الانتفاع به في المأكلة الطعام ضروريات والشارب وانتفاع به في الماء الذي تحصل به الطهارة باب أولي انتفاع به في اللبس فهو انتفاع به في اللبس هذا مباح الأكل لا محرم لا جند وخنزير لا ناجس يبقى ناجس ولا يدبغ فهو يعني الجلود المستوردة سأل عن المعاطف المستوردة المستوردة تأتينا من خارج لأن عندنا هنا في الجزائر تصنع المعاطف الجلد في الدية تصنع من الجلد جلد البقرة أو جلد الماعزة أو جلد الشياة وغير ذلك قد تأتينا بعض الجلود من الخارج قد يأتي فيها نسموه هنا تيكيتا الصنع وتقال ممن مصنوعة تقال ممن مصنوعة إذا قال من جلد الخنزير تلبش فهو وإذا لم تعلم قال بخلاف لباس الكافر أن الكافر هذا يعرف أن المسلم لا يلبس إلا طاهر وكذلك يتحرى فيصنع شيطاه هذا كان قديما الآن الكافر لا يتحرى لأن المسلمون تهاونوا في هذا الشيء من فوق إذا عرفت وقلت هذا بلي أن هذا جلد من جلود الشياة أو الباقرة أو غير ذلك البس أما إذا عرفت بأنه من صنوع من جلد الخنزير أكرمكم الله هذا ما تلبسوش ناجس لأنه لا يطهر لا بدبغيه ولا والخنزير هذا لا تعمل فيه ذكات كل شيء فهو حرام لحمه جلده هذا والله ورسوله أعلم اللهم صلي أفضل صلواتك على أشهم لقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ملماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره ذلك وغفل عن ذكرك وذك الغافلون سبحان ربك رب عزة عما يسفون وسلام على المصالين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 والعطاب والعطاب تأسلم وعاكمتنا كحسنا في حين ما وضرنا يردى في حين ما وضرنا يردى في جنة القرد يرد في إردى ما عندنا من مصطفى الحاكر ما عندنا من مصطفى الحاكر صلوا على قلبه سودنا صلوا على قلبه سودنا صلوا على قلبه سودنا صلوا على قلبه سودنا